الدولة المصرية من سنين الحقيقة كان عندها مخططات كتير وكان الهدف منها تنمية كافة المناطق في ربوع مصر مش منطقة واحدة أو محافظة واحدة وإنشاء كمان مدن ذكية متطورة تواكب أيضا إقاع العصر وده في إطار مخطط التنمية العمرانية في مصر 2052 اللي بيهدف لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لمنطقة الساحل الشمالي لما بنشوف الساحل الشمالي دلوقتي كده وإحنا في الأجواء يعني دايما العين تاخده وطبعا بتعتبر الساحل الشمالي من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وبناء على ذلك أكد مصدر مسؤولي اليوم أن الحكومة الحقيقة بتضع لمسات الأخيرة لمخطط إنشاء مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني مدينة يتم وجودها ويتم تنميتها في إطار المخطط بعد العالمين الجديدة وده من خلال شراكة مع كينات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمولية كبيرة تمكن الدولة من وضع أيضا المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال خمس سنوات على الأكثر كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم وعلى دوق الحقيقة البنية الأساسية الكبيرة اللي أقمتها الدولة لخدمة المنطقة أكد المصدر المسؤول أنه جاري بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 100 يعني المساحة أكثر خليني حتأكد من الرقم وهذه المساحة الكبيرة 180 كيلو متر مربع يعني إذن هذه المساحة 180 كيلو متر مربع هي مساحة كبيرة وهي طبعا أكثر من ذلك حيتم أيضا تنميتها وإن شاء الله نعرف هذه التفاصيل قريبا من الحكومة